صفعة جديدة في وجه النظام التركي ورئيسه رجب أردوغان تكاد تقضي على حرم الانضمام الاتحاد الأوروبي وهذه المرة من بلد عضوين في الاتحاد إذ أعلن وزير خارجية النمسا أليكسندر شلنيبرغ أن أمام تركيا 30 عاماً بدء بانفوضات عضوية الاتحاد الأوروبي في ظل أوضاعها الداخلية والخارجية التي تبتعد عن معايير الاتحاد الوزير النمساوي في حديثاً لصحيفة ديليفيلت الألمانية أكد أن النظام التركي بسياساته الداخلية والخارجية يبتعد عن معايير انضمام الاتحاد مشيراً لأن تقرير رجلة الاتحاد الأوروبي وضح أن النظام يبتعد عن القانون والديمقراطية في بلاده شلنيبرغ أشار الانتهاكات أنقرى لمعايير كوبنهاج ضروري الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي مثل مراعاة حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون مستمرة منذ سنوات مؤكداً أن على النظام التركي الانتظار ثلاثين عاماً جديداً لإنهاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد المجمد أصلاً الوزير النمساوي وفي ختام حديثه حذر أردغان من فرض الأمر الواقع شرق المتوسط مبدياً دعم بلاده لقبرص واليونان في هذا الملف